سين كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها جيم أولا لا يلزم من كون الجن خلق من نار أن يكون الآن نارا فإن الإنس خلقوا من تراب وليس الآن ترابا والأدلة على ذلك كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يديه ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا حتى يراه الناس وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة فمن هذين الحديثين يتبين لنا أن الجن وإن كانوا قد خلقوا من نار إلا أنهم ليسوا الآن نارا ويدل على ذلك ما وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم من برد لسان الشيطان كما في الحديث الأول وأن الشيطان لو كان باقيا على ناريته محتاج أن يأتي بشهاب ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم استطاع الولدان أن يلعبوا به كما في الحديث الثاني ولو افتربنا أن الشيطان باق الآن على أصل خلقته النارية وأراد الله أن يعذبه بنار جهنم فإن الله تعالى على كل شيء قدير وهو سبحانه لا يعجزه شيء ثانية إذا كان الإنس قد خلقوا من تراب وقليل منه يؤذيهم ولو دفنوا تحته ماتوا وإن ضربوا بالطين أو الفخار جرحوا أو ماتوا فليس بغريب أن يكون الجن قد خلقوا من النار ويعذبون بنار جهنم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر